كل مجتمع تقيد أهله بالشرع ولزم الحلال وترك الحرام لا بد أن يظهر ذلك عليهم في الأمن والأمان والرخاء واستقامة الأحوال وحصول المحبة والإخاء بينهم وكل مجتمع لم يتقيد أهله بذلك فلا بد أن يظهر العكس فإنه إذا ظهرت فيه مرغيبة والنميمة وقول الزوري وشهادة الزور واحتقار الناس والغمز واللمز وغير ذلك سيقع بينهم من الشحناء والبغضاء والخلافات والمشكلات والحروب الأهلية ما الله به عليم ولهذا ذكر الله أسباب الخلاف في المجتمعات وفسادها في سورة الحجرات وهي 13 سببا حرمها جميعا وأكثرها يتعلق باللسان فقد قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين أيدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم هذا من قول اللسان قال بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فقصوا صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحفط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا من قول اللسان ثم قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئين فتبينوا أن تصيبوا قاموا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذا من قول اللسان ثم بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخرقهم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم وهذا من قول اللسان ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم وهذا من قول اللسان يتلمزوا إخوانكم قال لتلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب هذا أيضا من قول اللسان بئس الاسم الهسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم ظالمون ثم قال يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن هذا من عمل القلب إن بعض الظن إذن ولا تجسسوا وهذا أيضا مشترك بين الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا هذا من عمل اللسان ولا يغتب بعضكم بعضا أي أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتم فكرهتموه ثم وعد ذلك ذكرت التفاخر بالأنساب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنذى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا من قول اللسان وكذلك دعوى الإنسان ما ليس له قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم تزكية الإنسان لنفسه وادعاؤه ما ليس له كل ذلك من قول اللسان الممنوع شرعا هذه كلها محرمات تؤدي إلى هذا القلل الكبير في الدنيا وتؤدي إلى العذاب الأليمي في الآخرة